في مجلس الأمن اليوم حذرت إزومي ناكاميتسو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح حذرت من أن خطر استخدام سلاح نووي في الوقت الحالي أعلى من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة جاء ذلك في الجلسة التي دعت إليها أوكرانيا والولايات المتحدة وألبانيا بشأن نية روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا إن خطر استخدام سلاح نووي أعلى حاليا من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة تمثل الحرب في أوكرانيا المثال الأكثر حدة لهذا الخطر إن غياب الحوار وتأكل هيكل نزع السلاح إلى جانب الخطاب الخطير والتهديدات المستترة هي دوافع رئيسية لهذا الخطر الوجودي المحتمل من أجل أمننا الجماعي أجدد تأكيد دعوة الأمين العام الاتحاد الروسي والولايات المتحدة للعودة إلى التنفيذ الكامل لمعاهدة ستارت الجديدة وبدء المفاوضات بشأن خليفتها ومن جانبه قال روبرت وود نائب للمندوبة الأمريكية في مجلس الأمن إن رئيس الروسي فلاديمير بوتين يصعد سلوك روسيا الخطير والمزعزع للاستقرار من خلال التهديد بنشر الأسلحة النووية في بلاروسيا حسب تعبيره الحقيقة هي أن الكريملين لا يريد أن تمتلك أوكرانيا القدرة على الدفاع عن نفسها ضد الدبابات الروسية دعونا نقول إنه لن يكون من الضروري انداد أوكرانيا بالأسلحة والمهادات الدفاعية إذا لم تكن روسيا قد شنت غزواً واسع النطاق على أوكرانيا إعلان رئيس بوتين في الخامس والعشرين من مارس الذي أشار فيه إلى أن نية نشر أسلحة نووية في بلاروسيا لا يتعلق بتقاسم الأعباء النووية لا توجد أسباب موثوقة تتعلق بالدفاع لروسيا لوضع أسلحة نووية في بلاروسيا في المقابل انتقد المندوب الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبنزيا انتقد مواقف الدول الغربية إزاء قرار روسيا نقل أسلحة نووية تكتكية إلى بلاروسيا وقال إن الخطوة لا تنتهك انتزامات روسيا الدولية فيما يتعلق بعدم انتشار الأسلحة النووية هناك منطق لشركائنا الغربيين السابقين وهو أن روسيا مسؤولة عن كل العلل في عالم اليوم لكننا نتحدث هنا عن أمور خطيرة تؤثر في أمن كوكبنا بأكمله نتعاون مع بلاروسيا دون انتهاك التزاماتنا الدولية فيما يتعلق بعدم انتشار الأسلحة النووية الرئيس بوتين كان واضحا بشأن حقيقة أننا لا نتحدث عن نقل أسلحة نووية نحن نتحدث عن نقل مجمعات الصواريخ التكتيكية التشغيلية إلى بلاروسيا وصواريخ إسكندر وإعادة تجهيز الطائرات البيلاروسية وبناء منشأة تخزين خاصة للأسلحة النووية التكتيكية على أراضي بلاروسيا سيكون هذا كله تحت السيطرة الروسية لمناقشة هذا الموضوع اضم لنا من الأمم المتحدة في نيويورك السفير فريد خوجة مندوب ألبانيا في مجلس الأمن الدولي وهي من الدول التي دعت إلى جانب أوكرانيا والأوليات المتحدة إلى عقد جلسة هذا اليوم سيد خوجة كيف صارت هذه الجلسة وما هو المؤمل منها شكرا جزيلا للاستضافتي هذه الجلسة حول الموضوع متعلق بأوكرانيا رغم أنه كان ضمن القرارات والإعلانات التي قامت بها روسيا من أجل النقل أسلحة نووية إلى بلد آخر إلى بلاروسيا كانت كل الجلسات الأخرى فما سمعناه كان مجرد تبريرات لهذا التحرك الذي قامت به روسيا وكان أيضاً كالعادة تبريرات وأعذار لحربها في أوكرانيا ولتبرير هذا التصرف الذي لا سابق له هو أول عملية تجري بعد اتفاقية حضر اتشار الأسلحة النووية من بلد إلى آخر وبالتالي أعتقد أن مناقشات كانت جيدة فقد كان هناك بطريقة مفهومة تعبير كثير عن القلق شديد عبرت عنه كثير من الدولة ليس من الدول الغربية فقط ولكن أفضل طريقة لتطبيق معاهد حضرة الشارع السلحة النووية هي ليس يكون بزيادة تحدد الأطراف المعنية وزيادة طرق توصيل كما يحاولون يفعلون في بلاروسيا وبالتالي كان هذا هو الجو الذي ساد المجلس فيما يتعلق بهذا الموضوع موقفنا هو واضح تماما هذا التصرف يتوافق مع السياسة التي تقودها روسيا منذ أكثر من سنة وذلك بانتهاك مثاق الأمم المتحدة وانتهاك قانون الدولي وبانتهاك الكثير من قرارات مجلس الأمن ونعتقد أن هذا التحرك بالأخير هو مجرد استفزاز آخر ما على سف يؤدي إلى تصعيد الوضع الذي هو بالأصل المتوتر هل مقصود يعني عقدت هذه الجلسة بسبب تصعيد روسيا بالحديث عن النووي أم بسبب نشر صواريخ تكتيكية في بيلاروسيا وهي تقول بأنها دولة صديقة بالنسبة لها أن الأعذار التي سمعناها هي كما حصل في السابق رغم أنه لا بد من القول أن الأسلحة النيتو حصلت قبل المعاهدة وهي متوافقة لمعاهدة حظة نشر الأسلحة النووية لكن ما نواجهها أهليا هو أن روسيا تقوم بهجوم قاسي على بلد آخر وتقوم بنقل أسلحة إلى بلد يمكن أن يستخدمها كقاعدة لهجوم على بلدان أخرى أو بلد آخر هو أوكرانيا وبالتالي أيضا علينا نظر الأمر أيضا في سياق التطورات الداخلية داخل روسيا وتطورات الحرب في أوكرانيا ولو بدنا نشاهد أن هذا النبرة النووية بدأت تزداد في روسيا وفي كل مرة تحصل لهم مشاكل على الأرض وعندما تجد روسيا نفسها في موقف صعب وهناك لحظات نجاح في نبرتها وعدوانها في أوكرانيا يكون بحاجة إلى المزيد من الكلام القاسي والخشن لتعزيز الرأي العام لديها هذا ما نشهده في هذه التصرف روسيا تريد إخافة الأوروبيين والرأي العام الأوروبي وتريد أيضا زيادة المخاطر في هذه الحرب وهذا التصرف يقع ضمن السياسة الروسية في أوكرانيا سيد خوجة يعني روسيا كما نعرف بأنها عضو دائم في مجلس الأولي ولها حق الفيتو وبالتالي ما الهدف من هذه الجلسة هو هل هالهدف مثلا الضغط على روسيا طبعا لن يكون هناك إدانة لأنها تستطيع استخدام الفيتو أعتقد نحن لا يمكن أن نبقى صانطين لا يبقى فقط نتفرج على الوضع ونرى ما تقوم به روسيا ولا يمكن أن نبقى صانطين ونحن نشاهد أن ميثاق المتحدة والقانون الدولي وحتى بنيت الأمن العالمي في خطر كما بطريقة لم يسبق شاهدناها بعد الحرب العالمية الثانية وبالتالي فالغرض من هذه الجلسة هي فضح روسيا من جديد وعزل روسيا وأيضا لمواجهة أي خطاب تقدمه روسيا وهذا ما نقوم فيه كل مرة نجتمع حول الموضوع مع الأسف لا نستطيع نتخذ المزيد من الإجراءات في مجلس الأمن نظرا لأضوية كما قلتم أضوية روسيا الدائمة في مجلس الأمن لكن لا بد أن نقول بشكل واضح وصوت مرتفع بأن الهدف من مجلس الأمن هو أن نجع عالم أكثر سلاما وأن يحمي المدنيين وأن يعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام وليس نشر الأسلحة النووية وليس مهاجمة المدنيين وتدمير من التحتية لدول أخرى الهدف من هذا الاجتماع أيضا التواصل مع الجمهور ورأي عام عام واسع وهنا سعيد من التعطيطوني فرصة وخاطب جماهيركم وليعرف الناس من يقوم بماذا ومن المسؤول ومن في يوم ما يجب محاسبته على ما يحصل حاليا في أوكرانيا سيد خوجة اليوم أعلنت روسيا عن الخطة أو العقيدة السياسية المحددة خاصة تجاه أدواء الغربية هل تقلقكم هذه العقيدة؟ هل ترون فيها شيئا جديدا؟ العقيدة الجديدة تتوافق مع تقوم به روسيا حاليا وبالتالي بالقول أن الغرب هو خطر الأكبر لا يعتقد أن روسيا تعمل نحو السلام ولا تعمل نحو المستقبل التي ترى فيه نفسه جزء من بنية الأمن الأوروبي بشكل عام نحن ندين هذه الوثيقة سندوسها بشكل كامل ونتحدث عن تأثيراتها على الأمن الأوروبي وعلى منطقتنا نحن في منطقة البلطيق ولا أعتقد أن هذا تصير في الطريق الصحيح ولا أعتقد أن هذه الوثيقة تجعل قارتنا أكثر أمنا ولا أعتقد ذلك سيساعد حتى روسيا نفسها في سياستها الخارجية فريتا خوجا من دوبا ألبانيا في مجلس الأمن الدولي متحدثا من نيويورك سيد سفير شكرا لك